طبعاً فيه احتفالات كبيرة جداً في تونس بمناسبة فوز التراجي زهاباً وقياباً خد بالك زهاباً وقياباً ولينا وقفة مع زهاباً وقياباً دي ولينا وقفة الحقيقة يمكن لأول مرة من فترة طويلة يحصل تشابه بين الثلاث بطولات في دولة الأبطال بين أسيا وأوروبا وأفريقيا لأنه فيه ناس دايماً بتتكلم على فكرة الإمكانات وإنه الإمكانات المادية هي السبب في الفوز بالبطولات وهذا حق يراد بي باطل هذا حق يراد به باطل في محاولة ممكن نسميها لغسيل العقول أو أنك توجد شمعة تعال عليها فشلك وتبرر فيها بيها الفشل ده قدام جمهورك النهاردة لو بنكلم على قيمة تسويقية في أسيا مثلاً فهنلاقي أنه فريق العين الإماراتي قمت التسويقية تقريباً حوالي 34 مليون يورو في نفس المشوار وفي نفس السنة اللي بيستطيع فيها العين الإماراتي أنه يقصي اتنين من أكبر أندية أسيا ومن أكبر أندية السعودية وما أدرك ما هي الأندية السعودية من حيث الإمكانات نتكلم على الهلال السعودي ومنتكلم على النصر السعودي فرقتين مدججين بالنجوم قيمتهم الإجمالية تسويقياً تصل لحوالي 400 مليون يورو 211 للهلال و247 للنصر فريق العين قدر أنه يقصي الفرقتين دول في مشواره دوري في دوري الأبطال نفس السيناريو ده يمكن تكرر بشكل كبير جداً هنا في أفريقيا وفي الوقت اللي كان بتصب فيه كل الترشيحات لصالح ساندهونز لتأهل المباراة النهائية والفوارء من ناحية القيمة التسويقية بين ساندهونز في السنوات الأخيرة وبين الترجي أو بين الكورلة الإفريقية عموماً يعني في حتة تانية تقريباً الندي الوحيد اللي بنافس ساندهونز في الحتة دي هو النادي الأهلي واللي كان متفوق عليه في المواسم الأخيرة وقدر أعتقد ساندهونز أنه يتجاوز قيمة التسويقية لنادي الأهلي نتيجة الصفقات اللي أبرمها الأخيرة ويصبح في المرتبة الأول فالقصة مش قصة إمكانات القصة أبداً مش قصة إمكانات والقصة في الأول والأخير مش قصة حقوق رعاية والقصة في الأول والأخير مش مجاملة تحاد كرة ولا مجاملة تحكيم ولا مجاملة كاف ولا مجاملة فيفا أنا أفهم أنه النجاح اللي ممكن يجي نتيجة صدفة أو مجاملة يحصل مرة أو اثنين لكن ما يحصلش الفريق بيوصل في آخر 8 نسخ في آخر 8 نسخ لدوري الأبطال لسبع نهائي أفهم أنه ممكن يحصل على المستوى المحلي لكن إذا حصل على المستوى المحلي ممكن يحصل على المستوى الأفريقي وإذا حصل على المستوى الأفريقي هل ممكن يحصل على المستوى الدولي وإذا حصل مرة هل ممكن يتكرر 2 و 3 و 4 القصة مش كده خاصة